اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خدماتي اليومين دول موعيد تجديد ترخيص السلاح يعني ايه؟ يعني اللي معاه سلاح مرخص يروح الاسم في الفترة من بداية اكتوبر الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر عشان يجدد الرخصة بتاعته طيب لو الفترة دي عدت وانا مجددتش الرخصة بتاعت اعمال ايه؟ لابد ان اقدم عذر قهري عشان اتمكن من الترخيص في شهر ديسمبر وشهر 12 طيب لو خلت شهر 12 كمان وانا مجددتش الرخصة بتاعتي ودخلنا في شهر يناير لأ كده بيتم سحب الترخيص مني وعلى الفور لازم اروح اسم الشرطة واسلم السلاح بتاعي عشان متعرضش للعقوبات طيب الترخيص دي بتشمل ايه؟ بتشمل كل انواع السلاح زي ايه؟ زي الخرطوش زي الرصاص زي الاسلحة البيضة زي مسدسات الصوت زي مسدسات وبنادق ضغط الهوى والغاز وفقا لاغراض السلاح المختلفة اللي منها الدفاع عن النفس والصيد والحراسة والرماية والزينة اذا كل واحد فينا معاه سلاح مرخص يطلع اليوميندول فورا على اسم الشرطة ويقدم السلاح بتاعه عشان يتم رفع البصمة وطبقتها بملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لاصدار الترخيص بعد تجددها